في البداية نبارك لبيرامدز هذا الأداء القوي جدا جدا أمام الزمالك والتمكن من إقصاء الزمالك والفوز في هذه المباراة والصعود إلى نهائي بطولة كأس مصر وبيرامدز منقوص لعب من الدقيقة 11 هو علي جبر لحد ما بيتمكن من تعديل النتيجة بعدما كان حسام عبد المجيد بيسجل هدف فيتعادل بيرامدز ويصل بالزمالك إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء وبقول بيصل بيه لأنه من الصعوبة بمكان أن تكون منقوص لعب وإنت تقدر تقول أنه بيرامدز بدون لعب ابتدى اللقاء ده إنجاز التعبير لأنه استثني بس أول عشر ده دول لنا بلعب إكوال بنلعب إحنا الاتنين بنفس العدد استثني العشر ده دول حتعرف أنه بيرامدز عمل مجود كبير جدا جدا مجود كبير جدا جدا حقيقة قد يكون أول عشر خمستاشر دقيقة ما كانوش موفقين بالنسبة لبيرامدز إنما هو قدم مباراة رشيقة جدا من الناحية الفنية لأنه بيرامدز عنده مجموعة لعبين مميزين والحقيقة إنه كمان باتشيكو إضافة كبيرة جدا جدا وعذا ليس تقليلا من تاكس بأي حال من الأحوال وإنما هو تعبيرا عن ما استحقه هذا الرجل خلال اللقاء بتاع النهاردة وخلال اللقاءات كمان مضت مع بيرامدز فوز كبير بصعود وهنا لما بقول فوز كبير المكسب المقصود بكلمة كبير هو إنك تعرف ترجع في المباراة وإنت نقصك لعب وقدام الزمالك والزمالك هو من هو يعني وبطل الدوري حامل لقب بطولة الدوري على مدار المسلمين فالنهاردة بتكسبه في بطولة الكاس عايز أقولك إنه الزمالك من سنة 2004 ما خرجش من بطولة الكاس بركلات الترجيح من نقطة الجزاء من سنة 2004 فالبيرامدز النهاردة لأول مرة بيخرج الزمالك من سنة 2004 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء تعالوا نشوف مع حضراتكم الأهداف وحتكلم على الزمالك أكيد في كلام هقوله على الزمالك لكنه ما ينفعش ما كنت شدي بيرامدز النهاردة حقه فيه البداية لأنه جرت العادة على طول نقول ليه الزمالك اتغلب ليه الآهل اتغلب لكن ما نقولش الفرق التانية وطبيعة الأمور هنا في برنامج جمهور التالتة لازم الحقيقة ندي لمن بذل مجهوداً أكبر حقه لأنه بيرامدز الحقيقة في فريق كبير رمضان صبحي وبلاتي توريا جماعة خبر أبيض على اللي اختار بلاتي توريا واللي جاب بلاتي توريا حتة لعيب كورة مفيش بعد كده الحقيقة نص ملعب كما يجب أن يكون هو وليد الكارت الحقيقة المجموعة بتاعة بيرامدز منطقة وبعناية وده الهدف اللي سجله الكارت في الدقيقة خمسة وخمسين علشان يعادل النتيجة وقال العجب وقال العجب من يهدر ركلة الترجيح هو مين؟ هو زيزو هو زيزو سبحان الله كورة القدم دائماً وأبداً يعني تديلك مؤشرات كتير جداً جداً وواحد من اللي بيجيده ركلات الترجيح من نقطة الجزاء زيزو بيفشل ويتمكن بيرامدز من تحقيق هذه البطولة الغالية بآخر ركل الترجيح اللي بيسددها مين بقى؟ نجم الشباك الأوحد شيكابالا ولكن الشناو الحقيقة عمل معها بشكل مميز جداً جداً ورح لها على الزاوية إذن فوز مهم جداً ومكسب مهم لبيرامدز أنا معايا